اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامج اخر الاسبوع زي ما احنا متعودين لدينا طائفة من الاخبار العالمية والاقليمية والمحلية لكن اسمحوا لي انا عايز ابدأ بموضوع احنا ربما مش متعودين تكون بداية البنامج بالطريقة دي هو موضوع مهم وفرض نفسه على الساحة الايام الماضية وفي النقاشات على السوشال ميديا وبعض المواقع وانا شايف ان احنا نبدأ به وهو خاص بالحوار الاجريتو المزيعة اللي مع الاستاذة مونة الشازلي مع الفنانة الكبيرة انعام سالوسة الاستاذة انعام سالوسة هي فنانة مصرية قديرة عمرها يمكن حوالي 84 سنة هي موليد 1939 وتخرجت من كلية الاداب ودخلت المعهد العالي للفنون المسرحية ويعني كان لها باع طويل في التمثيل منذ الصغر وبالخص في مجال المسرح الجامعي ثم تطورت الى العمل الفني بمختلف ابعاده تراجدي كوميدي في حوارها مع الاستاذة مونة الشازلي طرحت قضية مهمة جدا هي قضية الدين مش بتتكلم على الدين في ادارة المجتمع ولا الدين في القيم ولا اي حاجة من هذا القبيل هي بتتكلم على احنا نقدر نسأل واحد انت ديانتك ايه ده موضوع مهم وموضوع بيخصينا كمان في المجتمع المصري لان الموضوع ما تروح منذ فترة وبيتجدد باستمرار الاستاذة مونة وانا هنا مش بتكلم عن اشخاص ده حوار جرى وحصل فيه جدل وانا مع كامل الاحترام والتقديل للمزيع يعني انا مش بنايش القضية بشكل شخصي لكن انا بتكلم على فحوى الموضوع والرسائل التي خرجت منه الاستاذة مونة بتقول لها انا كنت فاكرة حضرتك مسيحية فالاستاذة انعام قالت لها وازاي بعد ما عارفتيني يعني مسلمة يعني حبك زاد ليه ولا قال قالت لها مفيش اي فرق خالص ده كلام المزيع طيب الاستاذة انعام سألتها سؤال منطقي جدا طيب يبقى السؤال لازمته ايه طالما بيتوقفش عليه اي اعتبارات من الحب او المعاملة طيب احنا نسأله ليه ده الشعب المصري والاجيال القديمة في صورة 1919 وصلت بعقرية الى الفكرة المهمة جدا او الشعار المهم جدا الدين لله والوطن للجميع الاستاذة مونة بتقول لها السؤال ده لان الجمهور حضرتك بيسأل دايما الرد اللي قالته بقى ساعتها الاستاذة انعام هو الرد المهم جدا قلت لها ما هو انتو بتعودوهم على نوعية الاسئلة دي المفروض تسأليني عن فني عن دوري عن تمثيلي ما تسألينيش عن ديني طبعا الكلام ده كلام مهم جدا كلام مهم لانها طرحت القضية ببساطة وبوضوح فكرة انت بتسأل واحد انت دينك ايه او انا كنت فاكرك ايه ولقيتك حاجة تاني ليه الاجيال السابقة ما كانتش بتنشغل او بموضوع سؤال الدين يعني احنا بنسمع قصص لطيفة جدا يقولك انا كان ليه زميل في الفصل ولا في الشغل ولا في اي مكان عرفت بعد سنوات طويلة من العشرة ومن الصداقة انه مسيحي او انه مسلم يعني الموضوع لم يكن في زهن الانسان او الادراك الخاص به طيب لما احنا نسأل انت مسيحي ولا مسلم ولا ايه دينتك يعني معناها ان احنا متمين او بالدين طب اللي بيحصل في الشارع ده يعني فيه تدين في المجتمع يعني الابتزال الاخلاقي اللي احنا شايفينه في مستويات كتيرة والانفلات اللي موجود في الشارع وفي المعاملات الاجتماعية وتدهور الاخلاق اللي موجودة في المجتمع اللي كله بيشهد بهذا سواء كان مسيحي او مسلم ده معناها ان الناس متدينة اوي ولا الناس متعبدة ومعندهاش قيم في حياتها الاجتماعية هو احنا فرصان معابد يعني واقف على باب المعبد بدفع عنه لكن ما بدخلهش برجلي يعني انا بتكلم عن الدين وانا مش متدين انا بسأل الناس دي انتك ايه وانا مش عارف ديني ايه وبمارس تقوص ديني ازاي هل انا مش عارف القيم الدينية اللي عندي اللي انا لازم اطلحها للمجتمع وحاول اخليها جسر بيني وبين الاخر في المجتمع واحنا ليه التوسع قوي في السؤال على موضوع الديانة دي انا افهم فيه ناس دايما تقولك احنا مش عايزين الديانة في الاوراق الرسمية مش عايزين الديانة في بطاقة دخم القوم طيب انا مش هنقش الموضوع ده ربما له ابعاد سياسية وقانونية مش مجال منقشتها دلوقتي ازا كانت الدولة في اوراق السبوتية الرسمية زي شهادة الميلاد ولا بتاقي تدخم القومي او ما شابه بتسأل واحد عن ديانته ده ربما الترتيب اوضاع قانونية والحفاظ على اوضاع قانونية معينة في العلاقة داخل الاسر وداخل المجتمعات لكن السؤال الابعد من ده طب احنا ليه بنتوسع فيها في ايه طلبات كتير في الموضوع ده مرة من المرات انا اتذكر من فترة طويلة يمكن يعني من حوالي عشر سنين والاكتر لاحظت ان طلبة الدراسات العليا في احدى الكليات لما بيجي يملأ الطلب الالتحاق بيقولوله ديانتك ايه انا كنت عارف عميد الكلية فانتصلت بيه قلت له انا افهم يعني يسألوا اي سؤال طب الديانة ده اعلقتها ان طالب راح يدرس دراسات علي يعني سكت شوية ويبدو انه ما كانش عنده علم بالموضوع ده وقال لي لا انا هشوفه يعني قال لي انا ده تزيد وده زيادة في السؤال ورغبة في الاسئلة ملهاش معنا ولكن بيقول لي يمكن يعني عايزين يعرفوا توجهاته في تخصصه الدراسة بعد كده قلت له هو دين الشخص ليه علاقة بدراسته يعني مش ممكن واحد مسيحي يدري الشريعة اسلامية راجل عايز يستزيد من العلم والفكر والثقافة والفقه يعني مش ممكن واحد مسلم يهتمل بدراسته التاريخ المسيحي والعقيدة المسيحية على سبيل العلم والدراسة يعني هو الدراسة مربوطة بديانة الشخص انا مش عايز اتكلم كتير في الموضوع ده لكن انا بوجه تحية لو ساذا انعام سلوسة لانها اضائط التفكير في قضية احنا دايما بنتكلم فيها في المجتمع المصري وهي وضعتها في عبارات قصيرة معبرة عميقة جدا احنا بنسأل ليه وليه الاعلام بيعود الناس ان هي تسمع السؤال ده ليه احنا بنعودهم على كده ليه بنعود المجتمع على كده ليه الطلبات المختلفة في الاماكن المختلفة بيحشر فيها بند الديانة ليه احنا عايزين نطلع بره هذا السياق احنا في دولة الموطنة الجميع سواء امام القانون مواطنين كاملي الموطنة وانا اتذكر يعني الكلمة اللي قالها قبل كده الرئيس عفتاح السيسي في احد اللقاءات لما قال لك خليك في دينك خليك في معتقدك انت ما لكو ما الاديان الاخرين انت واحد مسيحي ما لكو ما المسلمين ما لكو ما الاسلام انت واحد مسلم ما لكو ما المسيحي يعني كل واحد يفكر في شأنه في عقدته في ثقافته في حياته وما يجمعه بالاخرين هو رباط الموطنة في مجتمع واحد وكل ما لديه قيم دينية فليعبر بها الى الآخر في رسالة حب ومودة واحترام متبادل لكن السؤال عن الدين باستمرار في شبهة تعصب وتفرقة والمجتمعات المتقدمة ما بتحبش الناس تسأل عن الدين واحنا لسه داخلين البريكزيت من كام يوم وفي دول كتير قوي في البريكزيت عندها عشرات الأديان والمعتقدات فيعني مفروض ان احنا نبطل نسأل السؤال ده نخرج لفاصل ونواصل فخرات هذه الحلقة اشتركوا في القناة